موسيقى السلام عليكم اخوان في هذا الفيديو هدا حاولت نجمع لكم اكبر عدد من الاسئلة اللي كانت توصل بها بخص مادة الفلسفة في المتح الوطني انا حاولت نديلكم عشرة الكيسيون لانهم همالكي يوصلوني بزف همالكي يتعودوا دو كاي اخوان حاولوا تنطيهم في شي ورقة لانهم ان شاء الله ومالي غادي يوريكم الطريق باش يمكن لكم تراجعوا هاد المادة هدي يعني ما غاديش تكونوا كاتراجوها شوائيا غادي يوريوك كيفاش غادي تراجع صافي اخوان ولي عندو اي سؤال اضافي مكنش فادلي كيسيون هادو اخليلي تحت هذا الفيديو هدا في التعليقات وان شاء الله را غادي نحاول نجاوب عليك بالنسبة للسؤال الاول واش كافية مزوها وحدا مشي بها الوطني بما ناراجة غي واحد المزوها واضبط المنهاجية كامل النص القول والسؤال واش غادي نكون مرتاح او لا باش نكون اي اخوان صاريح معكم رمزة واحدة رمزة واحدة ما كافياش هلش كنقول لكم هذا الهدراء نفطرده انك راجع تلواد البشري بوحدة وضبطي بطبيعة الحلماناجية كامل مشيت الوطني لقيت تلواد البشري تحت لك في النص بديتك اتقردك لنص ديلك ما فهمتيش مزيان ما عرفتيش المحور ديالو ولي المفهم ديالو هنما غادي تعرف ما تكتب هاد شي لاش كنقول لكم اي اخوان رجو جوج مزوهات على الاقل رواد البشري والمعرفة وللواد البشري والسياسة بشرط انكم تعرفوا المناجية كامل الناس والقول والسؤال بالنسبة للناس اللي بغين يراجعوا غي واحد المناجية هادو خصومي يراجعوا ثلاثة المزوهات رواد البشري والمعرفة والسياسة باش ماني كاتمشي الوطني كتقرى غي المناجية اللي بيتي تخدم عليها متلا بيتي تخدم القولة را داروري ستلقى فيها شي مزوهة من بينها ثلاثة دولي رجعت صافي اخوان السؤال الثاني كي يسولوني الناس شكون سهلة واش المعرفة ولا السياسة بطبيعة الحل بالنسبة للتجربة ديالي مع التلاميذ اللي كنختم معهم ديما كتجيوم السياسة اسهل من المعرفة بالنسبة لك انت لجاتك السياسة حاول تراجع ملواد البشري جاتك المعرفة اسهل راجع ملواد البشري اللي عجبك المهم ملواد البشري ضروري تراجع بالنسبة للسؤال الثالث شنو خسنين عرف الفلسافة يعني فاش غادي نبغي نراجع الفلسافة شنو الأمور اللي خسنين نضبط خستكم تضبطو ثلاثة الحويش أول حاجة لإشكالات المركزية اللي هما الأسئلة اللي كيكونوا عندك في المحاور مثلا الشخص اللي هو عندك دائما واحد السؤال اللي هو على ماذا تتأسسه الشخص بسفي قيمة عندك دائما من أين يستمد الشخص قيمته الشخص بين الضرور الحرية عندك دائما هل الشخص حر أم خادر الضرورة؟ دوك هادو كيتسمو إشكالات مركزية حاولوا ضروري تراجعهم كل محور تعرف ليه الإشكال ديانو ثاني حاجة اللي خسك تراجع هما المواقف الفلسفية المواقف شنا هما هما لي غيبونس دوك الأجوبة دي الفلسفة هلو دوك الأسئلة اللي راجعتي في الأول مثلا جون لوك غيقول لك على ماذا تتأسسه شخص غيقول لك بأن أساس ويد الشخص هو الشعور والداكرة ديكارت غيقول لك الفكر شوبناور غيقول لك الإرادة دوك هاد المواقف كيتسمو أجوبة هلا دوك الإشكالات طب مخص كترفهم ثالث حاجة شنا هما وما المفاهيم الفلسفية شنا هما المفاهيم الفلسفية وما دوك المصطلحات أو المفاهيم اللي كيعتمدوا عليهم فلسفة باش يجوبوا لكم على السؤال المطروح مثلا ديكارت غيقول لكم الفكر هاد الفكر هاده يتسمى مفهم ما تنجلوك شعور الداكرة هادو كيتسمو مفاهيم بالنسبة للسؤال الرابع شحال من المواقف خسني نحفظه كنصيحة إخوان دائما كنصح التلاميذ أنهم يراجعوا على الأقل ثلاثة المواقف فلسفية لأنك مني كتراجع بزاف دي المواقف كتلقى ما تكتب كتلقى عندك واحد الباقاج صافي ومني كتوضفهم بزاف لإنشاء الفلسفية ديلك رك تقنع بهم المصحح لأن المصحح غيشوف كده بطلق أمور ديلك صافي دونك راجع ثلاثة المواقف على الأقل في كل محور اللي بالنسبة للناس اللي بالمقدور ديالهم أنهم يراجعوا يراجعوا أربع مهم كل مازة المواقف رك يكون أحسن بالنسبة للسؤال الخمس واش ضروري نكتب المواقف كيف كتبته لنا في الدرس يعني لو استاد فاش كيكتب لك واحد الموقف الدرس ديالك واش ضروري خيستك تكتبو كيفما هو حرفيا او لا لا الفلسفة إخوان رأى إبداع رأى ممكن تكتب الموقف ديالك بطريقتك الخاصة بالأسلوب ديالك خيست غير تحافظ على المعنى دياله على المضمون ما تقول شي حاجة لما قالاش داك الفيلسوف خيستك تحترم ضروري المضمون دياله ولكن كتبوه بطريقتك انت ماشي ضروري تكتبو حرفيا صافي؟ ذاك شاش كنقول لكم بان الفلسفة تعتمد على الفعام ماشي الحفظ بالنسبة للسؤال السادس واش المنهجيات الناس والقول والسؤال بحال بحال؟ خاصكم تعرفوا يخوان بان اي منهجية كنكتبو فيها مقدمة وعرضو الخاتمة العرض كين قسم الجوج الحويش كين التحليل وكين المناقشة بالنسبة للمنهجيات كيتشابهو في المقدمة وفي المناقشة وفي الخاتمة فين كيختلفوا؟ كيختلفوا في التحليل بالنسبة للناس كنديروا الاسر بالحجاجية اللي انا عندنا في النص القول والسؤال ما كيكونوا اش عدنا القول يقدر يكون واحد ولا جوج لكن ما كافينش اش كنديروا؟ كنديروا الحجاج المفترض يعني احنا كنفطردو ديك الحجاج ديك الاسر بالحجاج هنا ممكن وطفو مجموع من الماقولات دي الفلاسيفة ممكن وطفو امتلا من الواقع المهم احنا كنفطردو الحجاج دينا صافي؟ بالنسبة للسؤال السبع وش المفارقة ضرورية؟ هاد النقطة يا اخوان ركزوا عليها مزيرة بزاف ديال التلاميذ كي يسولوا عليها المفارقة ما خسكش تنساه فمن اجياد السؤال را ضرورية فمن اجياد السؤال لكن الناس القولة ممكن ما تكتبهاش ولا تكتبها ماشي مشكلة المهمة ماشي ضرورية في القولة والناس لكن ضرورية في السؤال بالنسبة للسؤال رقم 8 شكل المناجية اللي احسن خدم بها في الوطني باش نضمن واحد النقطة المزيانة كنصيحة بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الاسلوب متميز وفاهمين مزيان كنصحهم انهم يخدموا اما القولة ولا السؤال وما ان شاء الله باش يمكنهم يضمنوا واحد نقطة مزيانة بالنسبة للناس اللي عندهم واحد الاسلوب متواضح كنصحهم يخدموا بالناس لان الناس كيفما كانت تعرفوا فيهم مجموعة من الافكار اللي كانت تعاونهم القولة بالسؤال ما كيكونش فيها افكار بالنسبة للسؤال تسعود واش هادي نبدأ المقدمة ديالي بيان داريج او يطع اطار ولا نستعمل كذلك المنهجية الجايزة نعمره اخوان المنهجية الجايزة حولوا تبعدوا لها را مخدمش لكم في امتاع الوطني را ما شيء بتاخد المنهجية وتقرام زيان وتاخد منها شيء افكار لكن اللي عب هو انك تتبقك في مائية تحتك في مائية را المصححين ما كيبغوش هذه المنهجية تدو الجايزة كذلك ما تبدوش مقدمة ديالكم بيان داريج او يطع اطار حاولوا تدروا واحد تمهيد اللي كيكون مناسب للمقدمة ديالك شرح فيه المزوءة والمفهوم ودكسات دير التقطير ديالك بالنسبة للسؤال راقم 10 فين كان ديروا الامتلا من الواقع اللي هو الحجاج مفترض كان ديروهم بطبيعة الحل في المرحلة ديال التحليم في القولة والسؤال الناس كيكونوا عندنا سلب حجاجية ما كان ديروش حجاج مفترض دو كان الشيلي كينا اخوان حولوا تبرتجوا جمال اصدقاء ديالكم لانهم بزاف عين فيهم وكتمنى ان شاء الله توفق الجميع